طويل بتلعب باسكت يعني ما عندك أصلاً أوبشن تاني درست وتخرجت بالواسطة والحمد لله تلاقي فيه لعيبة إنه الإعلام بينفخ فيه وبكون حاطت لياب بالجام هلأ المنخار بعده شوية ملوء ماهو إذا بيبين أكلت كوع بظهري وترتلي شي مترين أنا كنت أصحى الصبح ما أقدر أقوم نتخذ من ورا هاد الموضوع دخلت مستشفى قال لي يقعد حط إجراء إجراء وخوض مصريك كان شاي الهمي أكثر مني مان بقى من ثالثي وما ورشوه بيكون ما بيعرف يحط لياب أو بروح على الجام بيأكل ثلاثين نقطة من اللي ماسكو فمن هون قلبت الحياة كلها ثاني أهلا وسهلا فيك كيفك فيل شي منيح هلأ المنخار بعده شوية ملوء ماهو إذا بيبين بنانة مبين شوي يعني هلأ هيك على النظر مبين أنت ما عملت العملية نا لا ومش ناوي قريبا أكيد نا بالسيزن نوي أكيد لا لأنه لابس ماسكو مرة لسيكس ويكس بعدين قدين واجعت ثاني بوقتا كتير بس بعدين لما تقريبا إنما روحنا وهيك ورجعوا لي بالمستشفى يعني حسيت خف شوي بس كان عم بتضيق كل يوم بعد يوم لأنه كانوا عيني عم بيسكروا فالوجع كان بنكلرس طبعا ثلاث مرات باليوم و وآنتي انفلماتوري وكلهم هدول خففوا بس كان كتير مزعج صراحة يعني أول مرة بحياتي بتعرض لهيك إصابة بقى مزعجة ومأزية وبتوجع بس هو أكتر شيء المضحك المبكي إنه كان بدك تروح تتمرن بالليل يعني تجلس من خارك بالمستشفى رجعت بدك ترجع على الملعب شو هالخبري هي لأنه ملعبت أول ديئة ونص يعني هي تاني هجمة بالجيم أول هجمة أكلت كوع بضهري وترتلي شي مترين وبعدين الهجمة اللبعديها أكلت كوع بمنخاري فملعبت قلت يعني بدي أعود شوي نزلت عن جد على البلعب أو لا لا ما خلوني أروح ما خليك كوتش أحمد قال لي روح روح طول بيلك ثانية بدي أرجع هيك شوي لورا بالزمان بحب بلش حلقته بكيف بلش حبك لكرة السلة مع كل الصعوبات يلي تعرضت لك أطفل فلسطيني أنت بتعرف قدي صعب للطفل الفلسطيني يحلم إن جانرل وكيف إذا بيعالم كرة السلة صح هي بالحقيقة والدي هو كوتش الباسكت هو اللي علمنا هو اللي دخلنا بالباسكت أنا بالمنتخب أخوي بالمنتخب وأختي كمان بتلعب باسكت فبالعيلة يعني كنا نطلع كلنا على النادي اللي جنب البيت بس ونلعب ونتمرن ونحن أولاد صغار وصار شوي شوي يكون الوضع سيريز صار في فرق الأندر 12 و 14 وصرنا نحنا فيهم أنا وأخوي وطولنا وخلص صار إنه طويل بتلعب باسكت يعني ما عندك أصلا أبشن تاني فبلشنا بالباسكت وبلشت أنا مابلشت بيجاي يعني بلشت ألعب تو ثري تو ثري يا فشوي شوي خلص لما طولنا أكتر إنه أنت طويل يلا تحت الباسكت 4-5 4-5 ومشينا ثاني بيك جارج كان برأيه رح توصل أنت لمطرح ما وصلت هلأ بحياتك رح تحترف بالخارج تروح حصين فنزولا الإمارات لبنان يعني كنت بتحلم توصل لكل هالمطارح ما بنسك كنا زمان نحضر التيفي القديم كان يجي الدوري الأردني عنا بفلسطين لأنه كتير أرعب على بعض فمرة كنت بحضر الجيم فقلت له إنه أنا بس أكبر أطلع ألعب مع هدول ولترالي طلعت ولعبت معهم وكانوا يعني اللي هلأ بتذكر أسميهم أيمن دعيس وزيد ألخص الكبار بالعمر يعني كانوا قلت له بدأ أطلع وألعب معهم ولترالي طلعت على الأردن ولعبت معهم ولعب ضدهم يعني بس كبرت كمان شوي بالأردن وفست عليهم وصرنا صحاب وكيف يعني أنا يعني كنت حاسس فيها أنه رح أطلع وألعب معهم وكان هاي البلانتاتي يعني حطيت حلم براسك ووصلت له بمين تأثرت عزغر ثاني صراحة أبوي كان دائما براسنا يعني نونستوب بيك الله يرحمه كان هو خلص باسكتبول لو بدو يترك شغله لو بدو يتركنا مدرستنا ما عنده مشكلة المهمة باسكتبول كانت نمبر ون هالأد عنده شغف لعبة كولاتس كان حكم وكان عضو بالاتحاد وكان كوتش مدر أنه كان يعملنا كل شي صراحة بالباسكتبول وحببنا فيها كثير ولما طولنا عن جد كان الحكي أنه خلص أنت تلعب باسكت الناس بتصير تحط براسك زيادة أنه أنه بدك تضلك بالباسكت ما عندك أوبشن تاني ونحن حبناها وكان النادي كثير قريب علينا والآن دي عندنا فيه يعني مقر للنادي بتروح بتلعب باسكت بكشاف كثير أوبشنز بتكون بالنادي فبحمسك كمان زيادة يعني بصير فيه علاقات جوى النادي بتخلينا أنه خلص حياتنا موجودة بالنادي الباسكتبول كانت الأوبشن نمبر ون شو هيك بعدك تتذكر نصيحة بيك قال لك ياها قال لها يرحمه الريبونز ما بنسى هو هؤلاء على من الريبونز قال لي ما خص قدية بتنط ما خص لو بتنطها لقد عن الأرض بتقدر تجيبها لازم تقرى الطابة قبل لما حدا يشوت سيكستي برسنت لازم تعرف وين الطابة رايحة وفورتي برسنت أين تتنط فما بنسى هاي بمخي يعني وبتذكر كمان موقف لما بالألفين وخمسطعش ببطولة آسيا طلعت أنا بست كورر وبست ريبوندر ببطولة آسيا وبعدت له مسج ما بنساها قلت له ما بنسى كيف علمتني الريبونز وأنا هلأ نمبر ون بآسيا بالريبونز شو قال لك كتير مبسط مبسط فيك كيف توفى والدك كانسر عانى فترة طويلة أو لقى 26 ديز من يوم معرفنا لأيوم توفى عن جد عم تحكي ما قدرتوا تعملوا شي يعني هذا أسوأ شي صار بحياتي أكيد أدى كان عمره بيق مش كبير 66 صغير وفجأة هو اللي بيقهر كمانا أنه فجأة لا ليلة ما توفى وكان كل شي بحوصاته وجسمه بيرفكت بس أنا عارف كنت عارف نحنا عارفنا عارفنا بيوم يعني من يوم عارفنا اليوم 26 27 الصبح كان توفى بس قبلها ما كنا عارفين ولا ولا شي ولا شي كانوا الدكاتر عام يتحذروا مرارة معدة ما بعرف شو ويعملوا له عملوا لعملوا عمليات ونضوا المعدة ووو كان موجوع يا حرام ونحنا مش فاهمين ولا شي لحد ما عمل صورة ونفس الدكتور اللي كان عم يتحذر قبل إنه قوف ستيج فور فمن هون قلبت الحياة كلها شو تغير فيك السعيد الشخصي حبي للباسكت اللي بعدني عن أهلي صرت أحسه يعني إنه ليه بعدني هل قد عنهم لأنك عيشت أنت فترة بالصين يعني أنا طول حياتي برا أنا هاي السنة لأنني بلشت بكير فطول حياتي أنا مسافر طول حياتي لحالي يعني بتحس إنه لعبة كرة تسلبة عادتك إنه تقضي وقت مع بيك أكتر هيدا الشي اللي بتنضم عليه هيدا مشيئة الله أنا اللي رح قلك هيدا مشيئة الله وعندك مالك بالسماء إن شاء الله عطول بيضل حارسك وحدك ما بدنا نزعل نحكي عن القصص الإيجابية بالحقيقة بيضطر الإنسان يسافر ويشوف حياته يعني ما تحط هكي لوم عحالك هيدا مشيئة الله صح خلان نقول للشيء الإيجابي مع أنه أنا كان بدي أحكي بعد ثاني بلدك عم يقطع بظروف كتير كتير صعبة ما بعرف قد بتقدر أو كيف إذا فيك تخبرنا كيف بتفصل بين الشي اللي عم بيصير ببلدك وبين حياتك بلعبة كرة السلة سباشيلي أول ما بلشت هون كان الموضوع كتير يعني ولهلأ لسا كتير يعني بس كانت بدايته وكانت صدمة للكل حتى يعني حتى وأنا ماشي بالشارع الناس عم تسألني إنه شو عم بيصير وكانت فيه كتير احتمالية كمان يبلشوا بلبنان الموضوع يكبر كان صراء كتير سيئة وكنت إنه ليلة نهار أخبار ما عمل ولا أي شي غير أخبار لحد ما إنه خلاص قررت سباشيلي بالجيم داي ما أحضر أخبار يعني أطفل تي في وما أفتح موبايلي على ولا أي شي وبس أركز شوي على الجيم بأسر شوي صراحة منتلي إنه كمان حتى فيه ناس أنا بعرفهم موجودين بغزة وأهلي موجودين بالضفة اللي هي برامالله صعبة شوي صراحة كتير صعبة أختك وإمك وخيك بعضهم برامالله مضبوط ثلاث خوات عندي وأخوي وأمي عندك ثلاث بنات أنتو ثلاث بنات وشابين مثل ثمانين وفوق ما فيه بس ما حدا منه نحترف بالخارج ساني ليش هي ما فيه حدا أصلا بالتلات عشر مليون فلسطيني اللي جوه وبره محترف باسكتبول غيرها غيرك براشر وحلوة بنفس الوقت ومش حلوة يعني فيه إلها حسنات وسيئات الفخر إلي يعني أنه أنا أكون أو أنه الشخص اللي عاملها بس هذا الحكي عم بأثر على المنتخب وعلى مستوى الباسكتبول بفلسطين أكيد رح نحكي عن كل هؤلاء القصص ثاني خاصة أنك اعتزلت كمان اللعب مع المنتخب خلنا نبلش بيه الكارير طبع ثاني ساكاكيني عام 2006 بلشت مع المنتخب الفلسطيني صح كيف أجتك هيدا الفرصة قاعد بالبيت عادي ما في شي بتذكر كانت في بطولة الملك عبد الله بالأردن وبطولة سياد آسيا بالدوحة برن التلفون تاع البيت ما كان فيه موبايلات بيحكي معي اللي هو ألا صاحبي وأخوي إبراهيم كان بيلعب مع المنتخب فكانوا جايبين ثلاثة من سوريا من اللاجئين الفلسطينيين يلعبوا بالمنتخب ثلاثة من غزة وستة من الضفة هيك بيتجمع عنا المنتخب واحد من خلع كتفه من سوريا وبدهم واحد بس فحكوا معي أنت صغير أوكي يلا تعال بالحظ يعني وهذا هو بداية كل شي منعني ألعب مع منتخب الأردن بعرفها هيدا الخبرية إنه بالصدفة يعني أنا طبعا يعني هيك ربنا اختار لي إني ألعب مع فلسطين وأنا مبسوط لأنني أنا مثلت بلدي الموجود فيها واللي أكيد إنه كبرت فيها بس إنه في ناس بقول لك إنه لو أنك لعبتنا على الأردن كان لعب ثلاثة كأس عالم بس أنا إنه بالنهاية لعبت لبلدك مرتي لعبت لأردن مرتك هلأ رح أحكي كمان عن مرتك هي كابتن متخب الأردن وأنا فلسطين إنه أسلنا البلدين عملناها زبطت لحنحط لتو جيرزيز بالبيت هي سبعة وأنا تلتعاش ثاني في عالم عندك جمهور بفلسطين أكيد في جمهور منيح هلأ الصحافي مخاص متك هونيكي يعني إلى فترة هي مش بس أنا هم إنه سبشال الباسكتبول أو أي رياضة تانية غير الفوتبول وبيطلعوا بيهللوا كتير للفوتبول هلأ ثاني الله يساعدهم الصحافة وقالله يساعد الشعب الفلسطيني يعني بعرف هلأ نحن رح نحكي أكتر باسكت بس ما فينا ما نذكر الشعب الفلسطيني وبدأقول الله يرحم كل شخص كل شهيد توفى وإن شاء الله يا رب يعني تنحل هالشغلة ثاني أكيد في قصص مش بيئيدنا بالحياة بس بدألك أنه عن جدي أعتيك ألف عافية أنه عم تقدر تفصل بين كارييرتك بالحياة وبين كل شيء بس ما تنسي أنا دوري كفلسطيني لأنه في ناس بيغنوا في ناس بيلعبوا رياضة لا أكيد يعني كل حدا بالمجال طبعه هو بمثل البلد طبعه يعني أنا لما أطلع بيقوله لعب الفلسطيني سنساكيني فأنا أورادي هيك عملت شغلي اللي بدأ عمله لبلدي مزبوط من بعد ما شركت مع الناشنال تيم ثاني رحت على الأردن مزبوط درست ولعبت بنفس الوقت كانت كان الشرط أنه أطلع ألعب باسكتبول من أمي أنه لازم أدرس فدرست وتخرجت بالواسطة والحمد لله تخرجت بالواسطة؟ نص يعني كان الجامعة كثير عم بساعدوني لأنه كنت عم بلعب باسكتبول مع الفريق فإنه صفرة من هون تمرين تخبريهم أنه بدي تساعدني بهاي المادة بدي تضبطني مزبطت وضعك يعني المهم معيشها هدئة يعني بزنس وما بعرف وينها هلأ أنت فاتح بزنسز بيرامالله مزبوط شو فاتح عندي مطعم بيرامالله وعندي اون بزنس اللي هي برايبيت بول مع فيلا يعني يعني اير بيان بي تأجير برافو فدتك لش هذا بشي أو معك بورترس بزنس مش غلط أنا صراحة فكرت بالبزنس بكير لأنه عشرت كتير ناس كتير كان معهم مصاري سبشالي بالصين وهلأ ما معهم وأنا ما بدي أوصل لهذه المرحلة بحياتي مرة لأنه بالباسكتبول نحن الكريت عايتنا قصيرة متعود على مدخول معين ومصروف معين لما ينقطع المدخول ويضل نفس المصروف أو يزيد أكيد هيخلصوا يعني برافو عليك أنه عرفت كيف تستثمر المصاري أكيد وصلت مع ناس عن جد ما معهم شي زيروا خسروا كل مصرياتهم ثاني من الأردن وين رحت ضغري على الصين ضغري على الصين سبع سنين قضيتهم ضغري بالصين من بعد الأردن الصين و كنت أتنقل بعد الصين إنه بس يخلص سيزن بالصين جيت على لبنان مارتان هوبس والشانفيل ورحت ربحت على دبي على الإمارات ربحت على الإمارات ربحت مع شباب الأهلي الدوري الإماراتي صح ورحت على فنزويلة مرتين وعا تايوان وعملت لعبت مع الكويت 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 ويضاً هيدا هيديك السنة يس وهلأ مع الرياضي وهلأ مع الرياضي بدأ أحكي شوي عن الإكسبرينيس بالصين منا هيني أبداً يعني أنا أول ما كنت عم بقرأ أنه أنت قدات سبع سنين بالصين صرت قول كيف ضاين أنا يعني هلأ إذا بتراجع فيي الزاكرة شوي أنا ما أبعرف ما أبعرف من بايدو وي من جميع النواحي أنت بتذكر أول مرة رحت عالصين حسيت حالي سفرت برى الكوكب إنه لها الدرجة موبايلك بيفصل خلص بيبطل شي يشتغل بدك VPN وزمان ما كنا نفهم VPN وإنه كيف دك تشغلي موبايلك وهيك فلا واتاب ولا فيسبوك ولا يوتيوب ولا إيشي صباح لعب هناك كرمل هيك فاهم عليك كتير منيح شو عم بتقول بخصوص السوشيل ميديا بخصوص اللغة ما بتفهموا شيعة بعد كون بخصوص الأكل يعني في كتير قصص كتير صعبة أنا وصباح لعبنا بنفس الفريق بيتشين داو I think بتذكر كان هو فل يس السنة البعدي أنا لعبت فبتذكر لما روحت على الفريق قاعدوا يخبروني عن صباح كيف بيعمل شعره برجعه لورا مش عاجبون لا بالنسبة لهم غريب انه هم تروح تقطل علي وانت سافر لحظ ان شاء الله صباح ما يزعل منها هم نفس الستايل شعراتهم نزلين شوي ونفس القصة فنحنا بالنسبة لهم انه كيف نحلق وهيك فنسبة لهم شوي غريب يعني أنا بتذكر كنت أفطر وأتغدأ وأتعشى نفس الأكل كل يوم بسميه له هلأ يعني ما بنسى فطور بيض غدا وعشا فرايد رايس ايج فرايد رايس مع بروكلي وشريمس لترالي نفس الأكل كل يوم الثاني مظبوط أكلت لحم كلاب انه ما بلعتها بأكلتها بس روحنا من التمرين والشيني ستايل بحطوا انه أزاز بنص الطاولة بصير يلف فأنا لفيت وكتير جوعان مروح من التمرين فمسكت لستيكس وعملت هيك وبلشت قمده أجل المترجم قعد جنبي بقول لي من شو أكلت فأنا بقول لهم ان هاي بيحطوا هم عليها عالم مش متذكر شو لونه فأنا بقول لهم من ديس فقال لي ديس دوغ ميت فأنا طلت كلينكس مملت هيك وهنا كلهم عم يكلوها عادة فنحنا الأجانب انه عصبنا عليهم انه ليه بتحطوا دوغ ميت لفريق بازكت يعني انه اللي بدو اللي كتير كتير مشتاق يأكلوا انه يروحها مطاق لا ما بذكرت عمو زاقتها أكلت لقمة رز ولقمت تب ثاني ليه بقيت هالقد هونيك يعني أنا حتى بعرف انه انت أول سنتين كنت عم تقبض مش كتير منيح ما كان معاشا كتير منيح لا أول تلت سنتين يعني بالعربي يعني انضحك عليك انضحك عليك أول تلت سنتين وشوي من الرابع حتى أنا في مرة طلعت بدون ايجنت كيف وصلت على الصين إذا في أسألك هالسؤال بدون ايجنت بعثت لي باسكال ميسج إليك من هايديك الايام مع باسكال ثاني من داي ون أوكي باسكال بيروتة أزنا ايجنت بعثت لي إيميل وحكا مع النادي اللي كنت ألعب فيه بالأردن وأنا روحت على الصين على الدوري الصيفي مش على السي بي اي والدوري الصيفي اللي عدت فيه كتير منيح وصار فيه إلي اسم هناك وعطول دايركت روحت شهر ورجعت على السي بي اي فهيك بلشت بالصين أوكي شو صار بقصة الكونترا يعني ليه كانت أندر بايد ووين كان الإيجنت يا هاي دلوقت كنت كان عمري كتير صغير بلشت كتير صغير وثاني شيء ثاني شيء ثاني وعشرين ثاني وعشرين وكنت بدي أروح على الصين كيف ليش ما أعرف روحت أول روحت بالصيف كتير كتير انبسط يعني باللعب والمستوى وهي وهي جيم جيم واحدة بايدا واي اللي عملتني إنه عملت إلي اسم ونزدت بالجريدة عندي آها أظن بالبيت لهلا كانوا ساموني مستر تيرتي ان تيرتي لأنه كان عنا جيم بتوصلنا للبلاي اوفس والأجانب اللي معنا عملنا مشكلة بالجيم اللي قابليها وأنا الوحيد اللي كنت محترم من حرمت والتنين طلوا برا وإذا منخسر هاي الجيم ما منفوت بلاي اوفس فوتنا على الجيم وأنا عجبت قام بها مستر تيرتي 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 تيري بان تيرتي تيري بانز تيري تيري تيرتي تيري بانز وصلنا للبلاي اوفس أوف فنزدل بالجريدة إنه مستر تيرتي ان تيرتي وعطه لخلص يعني مشيت معك نعم وبقيت هونيك سبع سنين رجع من بعدها بشي حالك بقصة المصاري ساني أعم يعني تحسن شوي بس يعني ما بتقارن بأي حد ألعب بالصين بس الحمد لله أنا مبسوط يعني بس ليه بقيت ثاني مع كل هالصعوبات يا اللي اتعرضت لهونيك كل شي حكينا أحسن دوري بآسيا exposure كتير عالي أي محل بدك تروحي من بعد الصين it's easy to go آجاي من الصين لأنه سمعة كتير عالي ودوري كتير قوي وكان عم بيساعدني وعم بتطور أنا as a person يعني والمصاري إنه ما كانوا كتير كتير سايقين بس إنه comparing للناس اللي موجودين هناك ما كانوا منع بس إنه أنا خلاص طالما I signed the contract I'm good إنه كنت أزعل شوي بس أضل يقول إنه الحمد لله إنه it's fine السنة جاي حعودها السنة جاي كان يجيك options من غير محال كان يجيني شوي بس إنه المنطقة بالميدل إيست وهيك بضل شوي ليمتد وأنا عملت اسمي من ورا الصين يعني قدرت ألعب إنه لعب عربي يلعب كأجنبي من ورا الصين يعني ما بدر أكذب بهذا الموضوع ثاني شو الفرق بين المنتالتي هونيك والمنتالتي بالدورة العربي إذا فينا نقول بسيطة هناك مواكن هون بشر ماشينز ماشينز بسيطة على الأكل تب أدا هيدا الشيء إيجابة وقدام فيه وقصة صلبية أنا كنت أصحى الصبح ما قدر أقوم منتخذ إنه لما أحكي مع أهلي مش قادر من التعب مش قادر ما قدر أقوم منتخذ والله ما أقدر أمشي أنا كنت ألعب هناك أقوم ستة واربعين ديئة تمانية واربعين ديئة يعني ما أطلع من الملع تذكر كوتش قال لي لو بتشوت الطابة برجلك ما هتطلع فعني ضل بالملع لعبت 46 مينتز فوزنا الجيم روحنا تعني يوم كان عنا طيارة خمس ساعات من شورت ونسكم بيقوانجو إلى ماينس 25 بمنطقة اسمها يوروموتي وصلنا فهي قادت هيك عالتخت مش قادر تقوم فأنا عم بفتح بالشنطة بتقول لي إنه إنه حوكي أنا بضوب بالأواعد بطلع أنه بدي أطول الأواعد تمرين كيف هلأ هلأ وصلنا خمس ساعات طيارة وانت لعب جيم مجنون الكوتش مثلها ما منقدر ما منقدر نناقش حكتلي أنا بس نروح أقوانجو روحني وروحنا أقوانجو وروحت ما قدرت ضل ما قدرت الضال أظن صمدت شي تو ويكس وشز انجاز بس من وين جايب هيدا الموطة للتا ثاني يعني شو كان يحفزك تتقوم من التخد كل يوم وتمشى بهالديسبلين لمدة سيكس سيزنز يعني مش يوم ويومين بكره أني أفشل مع فريق يعني باخذ الموضوع بيرسل شوي إنه شي كتير بعصبني وأسر فيه إذا بفشل مع فريق والحمد الله بكل حياتي إنه almost 99% I never get cut من أي فريق الحمد الله بحياتي كلها وكنت الماكسموم دائما أعطي للفريق يعني طالما أنت مع الفريق you have to give everything وشو ما بدو يسير لازم تعطي كل شي وبنهاي اللي بدو يسير يسير يعني بدوري البنان في عشر فرق واحد حيفوز مش معنى إنه التسعة فاشلين لتسي لا أكيد لا إذا ما فزت it's fine بس إنه تروح على البيت أنا كنت أروح يعني من أي فريق يخلص سيزن أروح أنا أقول أنا معطي كل شي نعم عم خدتك مرتاح بعدين فزت أوكي خسرت أوكي it's fine بس إنه بدك تعطي كل شي بدك تقاتل مع الفريق ونحن هيك المن ثالثة تبعتنا إني أصلا نحن عايشين بإتال كل يوم وعن جد هذا الحكي أسر فيه كم دي أسألك بشخصيتي أسر يعني إنه ما بصير تفشل بدك ضلك بالفلسطيني بدك ضلك تقاوم عطول وعن جد التمرين مقاومة إنك تسحى من التخت وإنت مكسر تروح على تمرين وتضرب بالتمرين وبالجام وسفر وتعب كثير صعب بدأ قوة ومن ومن بتجيبوتك بعرف كتير العيبة راحوا ع الصين ما راحوا ع الصين سوري من وراء الأكل إنه لا ما بروح كيف بدأ أكل أنت تحدد كل الصعوبات وبقيت هناك فترة يعني طويلة ما النقليلة أبدا بأي سيفي العيب إذا لعب بنفس الليج أكتر من سنة أنا يعني بالنسبة لي يعرفي إنه ناجح لأنه وبتنقل بفرق أو بضل هلأ نحن منتنقل بالفرق لأنه الرول بالدور الصيني غير ومش إنه نحن ممنوع نضل بنفس الفريق لأنه إذا طلع نحن لازم نروح على اللي تحت فتكون سمعتك منيحة ما فيه سماعات لي بالدوري ما فيه إصابات ما بتعمل مشاكل بيرجع بواقعك بنفس بنفس الدوري كان عندك أصحاب هوني كثاني يعني تجي لو عندك مرتك أنجأ جمعتين كان فيه سوشال لايف أو أبدا ما قدرت تعامل هيك جروب صغير لألك ما في حياة أنا أصلا ما شفت شيء بالصين يعني أنا شفت قتيل وملعب وطيار بس نعم ما فيه لما أجت مرتي رحنا على صور الصين وبتقول لي إنه ليه ما بتطلع وليه ما بتروح وهي ما كانت فاهمة لما أجت فهمت قالتلي أنا هلا فهمت ليه ما بتروح وما بتيجي أنا حياتي كانت بالقطيل يعني أصلا ما فيه مجال لأنك تطلعي ما فيه وقت وغير التعب ثاني كان عندك مدرب أنت كتير قريب منه مش بالدوري الصيني بالتايواني بتايوان كتير قريب منه شو صار هيا الخبرية في حدا خبرني إيها قريب منك أنه أنت كتير قريب من هيدا المدرب وصار شي زعلك كتير بعدك حامل الخبرية لليوم معك بتعتبره شي أثر فيك بحياتك خبرني عن هيدا القصة بسنتي بتايوان التانية أنا لعب ترتسنين بتايوان السنة التانية رحت على تايوان وهو ما كان بيعرف أنا وقعوني الفريق بعدين وقعوا الكوتش فأنه عملت سيرتش علي أوكي لعيب فلسطيني وراح وهو كتير بيحب الفلسطينية لأنه هو من بسكونيا بإسبانيا وهم كلما يروحوا الفريق الإسرائيلي عندهم بيرفعوا علام فلسطين وشاجعوا ضدهم فأنه بيعرف كل شي عن موضوع فلسطين وصرنا نويا كتير صحبة ما أنه خلص وفزنا بالليغ ولعبنا كتير حلو وضلينا صحبة خلص السيزن قال لي ما تحكي مع حدا أنا وين ما أروح أنت حتكون اللعي بتابعي السيزن اللي هو السنة الماضية رحنا رحت على الفريق وكان كل شي بيرفكت ونلعب نفس السيستم وأنا كتير مرتاح بايدا ويلعبت معه أحلى سيزن بحياتي هيدا هو أحلى سيزن يعني أفرج تريبل دبل معي كل الصلاحيات أعمل اللي بديها وأنا مش من النوع اللي بياخد أدفانتج من الصلاحيات يعني أنا ما إذا أنت بتعطيني أنا ما باخد أدفانتج وباخد كل شي بظل بعرف الليمت تبعي بظل محترم العلاقة أزاني شوي إنه صاروا ما ورف فأي تينك أنا هيك تحليلي صاروا الأجانب اللي بالفريق يغاروا من علاقتكن مع بعض؟ تقريبا أوكي أجا قال لي إنه أنت ما حترتاح لأنه كان الرول ثلاثة أجانب بالفريق كل جيم بناء اثنين التالت ما إنه ما بيلبس فأجا قال لي أنت حتلعب كل جيم ما حترتاح وهم أمبيا ومع بعرف شوه شوي غاروا ما بعرف هو اللي تغير تفكيره وفي قصة حتى أنا من ما حدا بيعرفها يعني يمكن أولمست بالعالم غير اثنين من ورا هذا الموضوع دخلت مستشفى من ورا هذا الشي اللي صار؟ إنه قد مأثر فيه هو تغير معك معرفة لي أو صار شي قصة؟ ما بعرف لي تغير معي وطلبني لميتينج وفي الميتينج حطت كل اللوم علي وأنا كنت عم بوصل له رسالة لعيبة لأنه كانت علاقتي فيه منيحة هم أجوا حكوا معي روح أنت أقول له صار فيه شكوى من اللعيبة لعندك ثانية أنت تكون صلت وصل بينهم وبين المدرب أوكي بس رح تخبرته هيك هو فهم الموضوع عزوه فهمه بورفكت بالأول فهمه بورفكت بعد يومين طلبني لميتينج فأنا قلت له ليه يعني لما أنا حكيت معك أنت ما حكيت لشي ليه هلأ فقال أنا فكرت فيها وهلأ صرت بدي أحكي فأنا قلت له أوكي حكي فأبلش فيه كان الحل إنه يا بطلع من الميتينج وبروح يا أما بضل فأنا قلت له أوكي من اليوم طالي ما تسمع صوتي وأنا زلمي كتير فوكل وكتير عالي وكتير بحكي وبمزح وبتحك قلت له أوكي ما حدث مع صوتي ثري ويكس ما أحكي مع ولا بني آدم أحكي مع أهلي وأحكي مع مرتي وإبني أصحابي ما أحكي معهم وفتت على المستشفى قد ما تأثرت بهيدا الموضوع يس وكنت رح أروح من الفريق بعدين الجي أم قال لي يقعد حط إجراء 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 أخوض مصريك فأنا قلت له ديس إز دايزي وي يعني أنه بقعد وباخد مصريك فقلت له أنا ما بدي أنا بدي ألعب فلاقي لي حل ألي يقعد كيف خلصت السيزن ما لعبني بالبلاي أوفس خسر فما بنسى الجملة قلت له يا قلت له ديس إز واتحب وني دونت بلاير بس بلاير وطلعت رنيت على باسكال وطلعت بتروحني من تايوان هلأ وفلت حكى معهم وقالهم سنة لازم روح بكرة وتاني يوم روحت ومحكيت معهم ولهلأ ما بحكي معهم وهو بظل حاسس بالزنب وبظل يعمل لي لايكس على صوري وبعت لي مسجز وهيك وأنا برد يعني بالمينموم يعني من ورات ربايتي أني برد عليه بس من اللي عمله فيي ما في حد بيتحمله وهاي علمتني لبعدين كيف تكون علاقتي بالناس بشكل عام خاصة بالمدرب أداهك في فاين لاين بتوين أنه تكون أنت كتير قريب من المدرب كصحبة ودلل علاقة بروفاشنل أكتر ثاني هيدا كان الدرس الحمد لله أنا مع الكوتش البعدي عطول هو كوتش أحمد فران كوتش حرام يعني مع اللعيب بعلاقته كتير حلوة مع كل اللعيبة معي يعني حتى مرة أو مرتين طلب أنه يحكي معي بيحكي بطريقة حلوة أنه بساعد بيكون متفهم إذا حدا عنده ظرف إن ولدت بنتي وأنا هون إن ولدت بنتي وأنا بالتمرين كنت بالتمرين فأنا عم بروح بس بدي أشوف صورتها يعني رفتي فهو بقول لي أنه روح اطلع أحكي معها أنه أنا مش متعود أترك التمرين فأنا لا لا بس دأشوف صورتها شفت صورتها بالتمرين وكملت التمرين أنت رحت يومين شفت وجيت أنجا رحت بعد شهر ونص من من ولدت مش أولها أنت عندك صبي أردي ثاني صار عندك صبي وبنت الله يخلي لكم ياهن ثاني حسيت هلأ أنا عم بحكي معك عندك شخصيتين شخصية كتير آسية وديسيبلينية وشخصية كتير حساسة كيف أعمل بالملعب؟ توتلي غير عن برا الملعب؟ غير شخص بالملعب لعبت ضد أبوي كوتش وأخوي لعيب كنت أنا بلعب هو كان كوتش بفريق تاني وأخوي معه فكنا لما نطلع من البيت أقولهم أنه سنوصل هناك أنه أحكي معهم أسب عليهم أحكي لك بالملعب برا الملعب لا توتلي مش ابني ولا مش بي ولا بعرفك ومعمرهم فزوني سوري ما تزعلوني أبوي يعني سماني بس كانت كتير حلوة صراحة بس كيف تقدر تعمل توازن بين هالشغلتان سماني وأي ميلة بتتغلب على التانية بحياتك المنحة تتغلب على العطل القلبك الطيب بيتغلب على لأنه دائما بعصب أو بعمل شي زمان كنت مجنون أكتر هلأ شوي إنه مع العمر شوي صرت أهدا بحصب أو بعمل شي أو إنه بحكي شي عاطل لحدا بصير أفكر فيها إنه لأ لازم أرجع أحكي ما لازم بعت له مسج ما لازم أزعله مني بتضلها براسي حتى لو بدأ أروح أنا وأنا مش حاكي لا حد ما أبعت له مسج أو أحكي معه أو إذا كتير قريب علي ممكن أرن عليه تلفون أو ممكن أروح عنده بتصالحه ثاني مجيتك على الرياضة فدتك بكذا محل أنت أصلا أطعت بري سيزن صعب شوي كم بدك تضل حد بيك بهيد الفترة وقررت تبقى قريب أكيد على الأردن وعلى فلسطين كيف قدرت يعني أنا بدأ أخذ منك تيبس هلأ كيف بيقدر لعيب مثلك أجنبة إجاء على فريق الرياضة ينسجم مع الفريق هلأ أنت بلشت بيدي بطيقة ثانية إذا فينا نقول بعدين فتت بالأجواء بطريقة مميزة يعني عدة أسباب لتساي هم يعني ما مر في العالم سموها بطيقة بس أنا كنت آتوا في شيء باسكتبول ويز كنت أروح الجم بواقت مرض أبوي ولي صار معي بالصيف بس قعد تقريبا شهر ونصف ليتريني مامسك الطابط باسكت يعني ما برفعنا شيء باليوم الرابع من بعد عزا والدي قررت أنه أروح أتمرن لأنه هو كان يحبني ألعب باسكت وهو كان يحبني أكون نجم وهو كان يحبني أطلع لعب برا وهو كان أول واحد دائما كل يوم كان يحكي ليها بالضبط هيك يابا وقعت محل يابا في حدا حكامعك كان يعني كان شايل همي أكثر مني فكنت أمزحنا معه دائما مرات أوقع وما أقوله فتطلع الصورة أو يطلع الخبر يبعث لي اياها ويسبب علي عن جد فبداية مع الرياضي الشباب كثير سهلوا علي علاقتي بالشباب كثير سهلت علي وخبرتي اللي قدرت أستفيد منها شوي شوي إنه كيف دو يكون الرول تبعي بالرياضي ويتشز أنا توتيل ديفرنت بلاير عن شو بلعب مع الرياضي يعني بأي فريق أو بأي محل لعبته طابق مش معي دائما كثير في لعيبة يعني بيقدروا يعملوا أي شي عنا بالفريق من أجانب واللوكلز بيجوا الناس بقولوا لي إنه ليه أنت هايو أفريج مثلاً 25 بالدور الصيني بس هون يسكور 12-14 بس إنه إذا أنا وكيكا وماني ووائل وأمير وسماعيل وعلي وكيزي وبلال وسمي كل الفريق بدهم يحطوا وهايك بدهم حطوا 25 وحن نخلص الجيم الرياضي بـ 350 ما حتوزبط هون بدأ أسألك سؤال ثاني قدام مهم اللعيب يوصل بكاريارته لما حال يصير ماتشور يعني يبدأ مصلحة الفريق على مصلحته يعني أنت سامهاو هلأ بفريق الرياضي ومتقبل هيدا الرول يعني شو يعطيني نصيحة أو تب لكل اللعيبة يلي ثاني ما بيتقبلوا دورهم وهيدا الشي بيضر بكاريارتهم حتى عزغر وعكبر يعني هي سيفتوا حدين لصغير بيقولي أنا هلأ بدي برهن حالي وحتى الكبير بيقول أنا هلأ مش وقت أقضع البانش آخر سنتين ثلاثة عندي إياهون شو نصيحتك بدك تتقبل دورك اللي هو لما صحت الفريق ألا أنا ما بنكر إنه أنا ببدايتي كانت صعبة علي ولكوتش يعني من أكتر ناس صراحة اللي ساعدوني بالفريق هون حكا معي مرتين قال لي أنه أنت ليه مرات بحسك كثير أنه تنشند لأنه قلت له لأني بروح البيت بحس حالي مش مش معطي اللي لازم أعطيه للفريق فبقل لي مين قال لك يعني أنت عمل اللي عليك ويرجد ولتريلي هاي بصير تفكر فيها دايما أنه 10 بوينت 9 بوينت 8 بوينت 20 بوينت بفريقنا بس تاني أولك لأنكنا عم تربحوا تقبلت دورك لا لأنه ما عندي أبشن تاني أدر وايز هاي نصيحة لكل اللعبة هيطلع شكلك مش حلو يعني أنا إذا رح أخد طابب الرياضي وكل مرة ألعب ون ون ولحالي عشان أحط توني بوينت بآخر الجيم شكلي حيطلع مش حلو مش حلو أكيد واللي بيفهم باسكت حيفهم واللي طلع حكا أنه الثاني ما بيزبط مع الرياضي وما بعرف شو الحكي اللي ما قاله داعي واحد تارك باسكت صاله 50 سنة واحد وزنه 50 كيلو أكستر ويت بيطلع بيحكي أنه أجانب الرياضي وما بعرف شو وما بيفهم باسكت بول وما بيشوف شو بيصير بالتمرين وما بشوف شو بيصير بالجيم وما بيعرف إنحنا كيف ستايل فريق ماشي إنا يعني ما بيفهم باسكت ومش عشان نفوزنا حتى لما بتعرف مرات تخسري الكوتش بيجي بيقولك إنه 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 تفاين عملتوا اللي عليكم خسرتوا نحنا هلا عم نعمل اللي علينا وعم نفوز وكمستر حلوة جو الفريق إنا كتير حلو بيجميع النواحي كيف تخلق هيدا برأيك ثاني تضحية العيبة حتى يعني أنتي خديها مش بالباسكت العيلي بدأ تضحية يعني العيلي كعيلي بدأ تضحية الأب دو يضحي الأم لولاد في حدا داما دو يضحي أكثر من حدا بالعيلي ممكن مرات الأب على حساب شغله وتعبه مرات الأم على حساب صحتها وترباية أولادها أنا بالنسبة إلي الفريق لترالي نفس الشي كل حدا بدأ يضحي بمستويات معينة يمكن أنا ما بعرف يعني يمكن أنا بحس إنه أنا مضحي كمان بجيمتي بوقتي بالملعب بس أنا 100% راضي عن الموضوع بالوقت الحالي بيور راضي ومبسوط وبروح مبسوط أولها كنت شوي أتدايق إنه أنا حاسس حالي مش معطي الكفاية اللي هم يمكن كانوا مستنيينها مني بس بعد ما حكى معي الكوتش لا أنا مبسوط وراضي كثير ثاني كيف تتعامل مع الانتعادات حسيتك هلأ تنقرص شوي من بعض التعليقات أو لا خاصة أنك تعرضت له هيدا السنة نكي بصراحة مرات كثير بتحك ومرات بتحك من الناس اللي إقراب علي إنه بصيروا يبعثوا لي الصورة أو بصيروا يبعثوا لي الخبر اللي نزل عني أو الحدكات بقوه مش خبر بايدوا يعني واحد قاعد يا تعليق أو شي وهم بيزعلوا إنه صحابي بيزعلوا وأهلي بيزعلوا الحمد لله أبوي مش عايش إنه يقراهم بصيروا لهم ليه زعلانين فهو إنه طلع شو عم يحكوا وطلع شو عم بيسبب وطلع عشان بقول لهم بضلق لهم إنسوا ما بيتأثر فيك هيدا القصص بقوه بتأثر في بوزيتب إنه بضل وراها لأثبت العكس تستفزدك بطريقة إيجابية يعني يعني ممكن تكوني بملعب تاني وحدا يسبب عليك بدك تطلعي من جو الجيم أو بدك تضلي بالجيم وتثبتي إنه لا تسبب علي وأنا بفوز منه يلا كمان فأنا من هذا النوع إنه إحكوا عني كمان إحكوا لاتسي شو حيثي بآخر السيزن يعني الثاني بما أنه أنت حدا بحب عطول يطور ويبرهن العكس للعالم شو تغير فيك ثرو أوتو الكارير من 2006 لليوم شو نقطة الضعف يلي شتغلت علي بالباسكت وطورته كنت زمان لا دربل ولا شوتين زيرو كنت بيجاي بيور بيجاي مثل ما قلت لك أولها ولي بيلعب على البوست بليم ريبوند بيعطي بأس يدفش وكنت كثير ضعيف بأي دوي أنا زمان لأنه أنا هلا مشهور اللي كثير بدرب وأنه بلعب فيزكال يعني بدون أي شي خطر يعني بس إنه إنه جيمتي فيزكال اللي غيرني إنه كنت أتمرن بفلسطين بالجيم تابعون الإبر أنا ما كنت أخذ إنه هم التارفل بتروح عالجيم بيكونوا كنت أتمرن هذا الستايل لأنه ما عندي أوبشن تاني كبرنا شوي وصرت فيزكال أكتر وشوتينج شوتينج أنا كاريرتي تغيرت صراحة روحت عاميركا تمرنت أنا عملت كامب كامل يعني تكاليف كل شي مع حدا بيمرن باوكزول برسونل أمتى هايدي بالألفين وخمسة عاش أوكي خمس وعشرين يوم كنت محل اليوم الستة وعشرين اللي روحت فيه أول مرة مسك طابة فيها بعمان I think إنه كلهم إنه مين أنت خمس وعشرين يوم ما بنساهم بحياتي شو تطير فيك أكتر شي أكيد تكنيكلي كل شي تفكيري لعبي غيرلي الشوتينج الثقة لأعطاني إياها كيف بيتمرن وكنت أسجل كل شي على ورقة أروح أتمرن والحالي بخمسة وعشرين يوم قدري هالأد يعمل تأثير عليك؟ ما بنساهم خمسة وعشرين يوم لدرجة الداي وان لوصلته إنه مين أنت داي تونتي فور مرني وان وان مع باوكزول اليوم الأربع وعشرين إنه ثرو آوت شوي شوي طلعت داي وان إنه يلا أوكت عاعمل هيك فبلشت واستفزني كيف حكها معي إنه تعرف إن إحنا بنعرف حالنا هون سم هناك ما بيعرفونا استفزني كتير إنه ليهك عم تحكي معي إنه أي حدا فأنا شوي شوي بعدين حطني بالدرو ليج بعدين حطني بالبيك أبس اللي بيلعبوها لعيبة اليورو ليج بعدين البيك أبس اللي بيلعبوها لعيبة الام بي اي وبعدين وان وان مع باوكزول إنه أنا ويا على حالنا وآخر التمرين لازم نجيب 19-25 ثريز أو بتعيد لسبوت 5 سبوت ام بي اي 3 وإذا بضيعها باوكزول حي لملي كم مرة عدتا؟ مرة وهو عدها مرة عن جهد؟ والله إنه أنا عم بشوت إنه يا رب ما تروح الطابة بعيد عشان إنه باوكزول حيروح يلمها يعني إذا بتشوتي وتروح بعيد ويروح يلملي إياها ثاني الايكيو بالباسكت تقدر تطوره في ناس بتقول مستحيل في ناس بتخلق عند الايكيو باسكت وفي ناس بتخلق ما عندي إذا عرفت استعمل الإكسبرينس تاعتك حيالة الايكيو لحاله وإذا يعني هذا يمكن موضوع كتير الناس تستغرب منه إذا تعلمت بالجامعة الايكيو حيالة عندك إذا شخصيتك قويت الايكيو حيالة عندك إذا تعرف تحكي مع العالم وإنت سوشال الايكيو حيالة عندك لأن الايكيو كماندك تعرف تتعامل مع اللي قدامك مجموعة عوامل كل شيء في ناس خلص داي قفتد إنه عندهم ايكيو بيعرفوا يحطوا هذا الباس بيعرفوا كيف يدافعوا بالجيم كيف يهاجموا الاكسبرينس وكيف بيكبر العيب بالملعب برا الملعب لازم يضلوا يعلوا بنفس الوقت فأنا عشان هيك بنصح كل الصغار يتعلموا مش إنه لا لا بدي أحترف باسكت وما أتعلم لا بدك تتعلم بدك تعرف تحكي أكتر من لغة لو أنا ما بحكي إنجليزي مثلا ما قدرت ألعب بالصين ما فيك أكيد وما قدرت أسافر وما قدرت أحكي مع العالم والتعليم بساعدك بالايكيو بساعدك التعامل مع العالم حتى السفر كمان بيعطيك تقدري تتحكي مع مع أي حدا بكل العالم بالباسكت وبره الباسكت ثاني في قصص بتلفط نظره مثلا بتشوف لعيب عنده برسنتج عاطل على الفري ثروز بيبقى كل حياته البرسنتج عاطل على الفري ثروز العالم هيك بتصير تسأل يا عمي لي ما بيتمرن عليها للشوطة شو تعليقك وشو رأيك بهيد النقطة كل العالم بيحكوا إنه الفري ثرو منتلي لو شتت أنت 500 فري ثروب اليوم ممكن تروح على الجيم تاني يوم تضيع كل الفري ثروز وإذا تنتبهي مرات العيب يكون 8 من 10 8 من 10 10 من 10 ممكن يروح يوم يشوت 3 من 10 ويصير خلاص يعصب إنه لما يضيعها إنه تدخل براسه صح هالسنة من أوطى البرسنتج عالفري ثروز عنه ومبدئيا التحليل واضح وكذا حدا يعني حكينا فيه إنه أدمال سيزن صعب فيه براشر وكل جيم عم بيكون وفيه شي تاني الطابة هيدا حجة هيدا لا والله عن جد أنا هيك بالنسبة إلي ما ورف زعجتك مش كتير بحبها بحب المولتن كتير أكتر والولسن كتير أكتر بس إنه نسبة بالفري ثروز أعتقد منيها 83% نعم نجد 82% شي هيك كتع مشروف آخر جيم ضيعتين تانتين حرام بس آآ الفري ثروز هي مانتل بس حتى أنا بحكي إنجانرل على كتير قصص فيه اللعيب يشتغل عليها بتحس بيمطرح ببطل صح لأنه بحسها إنه هي ثانوية أو ثيرد أوبشن الفري ثروز مع أنه هي كتير كتير مهمة يعني ما بتحس اللعيب بينبش على الكمال مع أنه كتير دعيبة بينبشوا على الكمال بس ما بينبش يكون عنده كذا شغلة بيقدر يساعد فيها على أرض الملعب مع أنه كتير جيمات إذا الكوتشز شو بيطلعوا بيحكوا لما تخسر الجيم إنه خسرناها من الفري ثروز ثاني حكينا أنا غيرت بوزيشنز كنت بيج جاي بعدين صرت تلعب على التو وثري بعدين رجعت هلأ على البوزيشن فور أدي صعب تتنقل بيناتهم صعب وحلو بنفس الوقت لأنه لما تنقلي بتكوني عارف البوزيشن اللي قبله فبتكوني فاهمة سوكي بفكر والتري كي بفكر والفايل كي بفكر وهذا الحكي اللي هو أصلا بساعدك بالملعب إنه أنا فاهمك كيف بتفكر أنت وعينو كيف بدك تطابق مثلا أو كيف البرشر بيكون عليك واللي ساعدني كمان أصلا ألعب أحلى سيزن بحياتي اللي بتايوان إنه ألمو سليبت ون لما كنت أعمل تريبل دبلز فكان في عندي خطة لما ألم الريباوند مرات ما أعطي البوينغارد أعمل له هيك فسموا الخطة أوي إنه إنه روحوا وأطلع عنا بالطاب دربل عقية بوزيشن لإدحالك أكتر ثاني إنه إنه كالستايل لعب إنه أنا بيور فايف إنه بيلعب جوه وبرا وهيك بحب ألعب تنين بحب ألعب فور بحب ألعب الفايف تحب الفور والفايف ديبنز إذا على اللي بدافع علي شو إذا فيزيكلي أنا دومين انت عليه تعال تحدي إذا أنا أسرع منه بأخده برا ديبنز كيف يعني ما بتقدر يتقولي بالجيم إنه أنا رايح أعمل هاي الموف على هذا الشخص بهذا الوقت إنه تسريد عن دياك يعني ما بنفعل إنه أنا خلص لأ بدي أعمل هاي الموف ومرات كتير لعبة بتحسيهم دي أر إنسيستينج إنه بدوا يعمل هاي الموف وهي مش بوقتها اللي هو فكر حاله بيلعب على كون بس أنت تلعب على ديفندر لازم تفهم ديفندر لقدامك شو قوته وشو ضعفه لازم تفهم إنه هو مثلا ما بيقدر يتحرك سايد ستبس منيح بتقدر تاخده من بره تكون أسرع منه أو إذا فيزيكي كتير ضعيف هولي القصص كمان السكاوت بيحكي عنه كتير كمان أثاني بالفهي السكاوت أكيد أنت تكون ذكي كلعيب أكيد لما أنت تحضر السبشالي بالمركز سبعك اللي بدك تلعب ضده بدك تفهم هو شو أنا لما أحضر السكاوتينج تاعي بكون عم بحضر وهو إنه كيف أنا بقدر هلأ تؤتاكهم وعا الديفنس كيف بقدر أوقفه يعني في موفز أنت لازم تكون درسها قبل ما تروح على الجيم وبحضر على موبايل بالطريق دائماً اللي هايلا تستعمل الفريق الثاني وسبشال اللي بدي ألعب ضده بتايوان كنت كان عنا الشاب تبع الفيديو كنت قبل الجيم بالضبط أرجع أحضر كمان مره ونحنا باللوكر روم وأنا عم باكل طمر أحضر السكاوتينج تاع اللعيب اللي بألعب ضده إنه لترالي قبل ما أنزل على الجيم فرش وبفوت على الجيم بتضل لك مركز أكتر هلأ إذا بقل لك أنا أصعب تشالنج نحطت فيه أون كورت بتذكر ستيفان ماربوري I think تعرفي كان كوتشي بالصين فقبل الجيم بتطلع فيه قال لي بدك دابل تيم على البيجاي ولا لا فأنا تطلعت وستيفان ماربوري كتير إنه شخصية فقال لي بدك دابل تيم أو لا قلت له لا فقال لي ما بدك دابل تيم قلت له لا ما بدي دابل تيم وأنا عمين عم بدافع بدك تاخده لوحدك على سنتر منتخب الصين و أحسن العيبة يجي أن لياني يعني إنه أم بي اي و قلت له لا ما بدي دابل تيم قال لي إذا بحط عليك سكور قلت له أنا أحسن العيبة وفزنا ديك الجيم وطلع لك الروم وحكى لي شيء كتير حلوة يعني ما بنسى إنه حكى تعلمه من ثاني إنه كيف أخذ برسنل معه ووقفه إنه كتير بتأثر إنه كيف أوكي التحدي حتى بد يكون جوة فريق مع نفس اللعيبة ومع نفس الكوتش إنه تعمليها أوكي تسفن بس بنفس الوقت إتس برسنل يعني وقدرت إني أوقف يجيان لي عالبوست بدون هو كتير أطوال مني وكتير أقوى مني بس مانتلي خلص أنا إلوكت إنه لازم أوقف هذا اللعيب حتى ما أتبهدل من الكوتش يعني نوية أطلع من الجيم وحاط علي مثلا إنتواني إنه حروح من الفريق يعني عندك المنبى من ثالتي عالآخر ثاني ما بحكيها ما بحبها أنا هاي ما بتحبه؟ لا بحطوا ستوريز انستجرام ومانبى من ثالتي ليه؟ قدر يأثر هو على كتير عالم لا ما عم بحكي عنه بحكي اللي بيحكوها إنه مانبى من ثالتي وما ورشوه بيكون ما بيعرف يحط ليب أو بروح على الجيم بيأكل ثلاثين نقطة من اللي ماسكو فإنه مش غلط يتأثر بشي إيجابة ويجربي طبق ايا ثاني تأثر وسيعمله بالملعب أنا مش من هذا النوع أنا قبل الجيم ما بعمل لأي ري بوست لأي ستوري قبل الجيم بعد الجيم إنه بس قبل الجيم زيرو إنه أنا بدي أروح أحط تريبل دابل وأروح أعمل دابل دابل وما ورشو وأحط توني بوينس بها الجيم ما بتتواعد يعني؟ ما بتحب تتواعد؟ لا بواعد نفسي نفسك مش الناس بس ما بواعد غيري وهون مرات بالرياضي مرات إنه بصير شو حيصير مع الفريق الثاني فهلأ أنا وهايك بمود إنه أجنبي الأنترانيك وان فروم ايتين ضدي أنا وهايك شات فهيدا الجيم خرافك أنا أنا محضرته ما كان منحول ما أنا ألوح بشي بس إنه خلص إنه منحكي بين بعض إشياء صغيرة بس إنه ستوريز والحكي طبعا لعيبة السوشال ميديا ما إلي فيها فيه لعيبة السوشال ميديا بلبنان؟ هون مش بس هون بس لأنه نحنا هلا هون ها فيه كتير فيه ناس شاطرين يعني أنه أنا بقول إنه بقول عنهم أسكية إنه عارفين يسوقوا حالهم مش بالباسكتبول بالسوشال ميديا بس أنا قعد فكر العالم ما بتعرف لا لا أكيد بس هم مبتعين حالهم العالم تعرف مين بحب يعمل دعايات لحاله على السوشال ميديا مين التنشين سيكر ما بحكي عن اللعيبة هيدا بطبيعة الإنسان مين ما كان أنا فيه كمان أعمل نفس الحركات يعني ما مخص بس إنه أنا بالنسبة لهم هم تالنتد أنا مش شاطر فيها أنا ما بعرف أسوق حالي بطريقة بطريقة لهم بسوق حالهم فيها لعبك بيسوق عنك شكرا فإنه خلي لعبك يسوق عنك بس سهولة إنه I think بكون عارف إنه لعبه ما حيسوق عنه فبلاقي طريقة جديدة يسوق حاله ومش بس هون ومش بس بالباسكتبول هي وورد وايد كل العالم تلاقي فيه لعيبة إنه الإعلام بينفخ فيه بكون حاط تلاقيب بالجام وفيه لعيبة بيكونوا عاملين شغل كتير كبير وما حتى بيحكي عنه هداك عارف كيف يسوق حاله وكيف يعمل دراما يعني بتلاقيه بحط اللايب من سكس أنجلز من ست كاميرات فالعالم اللي ما بتفهم بتقول أوف شو هاللعيب وفيه لعيب مرات بيكون مكسر الدنيا بالجام بس هون مش كتير سائل هيدا عفكرة حال الدنيا في نسبة الكاريار تبعها بأي مهنة تنظلها مو نسبة تاخد حقها أكتر أنا بحس حالي مظلوم عن جد بس أنا راضي يعني هذا هو الفرق يعني داما بقول الحمد لله و اللي أنا فيه إنه أيثنك إنه فيه إنه كتير عالم بيتمنوا يكونوا محلي بالكارير اللي أنا عملتها وإنه وين أنا إنه أنا متأكد إنه كتير عالم وبيوصل لي مسجز و يعني بادر أراها من عينين العالم كتير عالم بيتمنوا يكونوا محلي فأنا إنه مظلوم أو إن ظلمت بكاريرتي بس أنا كتير راضي والحمد لله ألف مرة عندك ريجرات مش ريجرات بس كان فيه فرصة إنه أطلع أدرس بأميركا بالألفين وستة وقدمت امتحان الساعة كنا أنا وأخوي قدمنا الإنجليزي وعملنا وحضرنا واخدنا من جامعة بهيوستن بس ما تلعنا عشان الوضع المادي ما قدر أبو ويتوفر إنه يصرف علينا بأميركا نحن الثنين وما ضبطت فلو إني مثلا تلعبت أنسي دابل إيه وممكن كان ألا لا 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 نعرف طبعا بس ممكن تكون كاريرتي بمحل تاني كان جعب علي أجرب الأمبي إيه وما ضبطت من وراء الإيجنت بدا كونكشنز أكتر وكتر أقصص كان فيه إيجنت بده يجيب لي كونتراكت بالسامر ليج بس على شرط أوقع معه يكون هو الإيجنت تاعي بالصين ابتزاز يعني وقال لي الكونتراكت بإيدي والفريق بده إياك بتوقع كونتراكت الصين بعطيك توقع بالسامر ليج ما قبل يقول لي ولا شي ما أبعرف استفزني يعني وقتيا ومقبلت نعم مقبلت وما روحت أصلا بدأك تشوف إذا كان عم يحكي لهذا المظبوط لأني أنا عارف هو شو بده هو بده يوقعني بالصين عشان يأخذ البرسنتج من الكونتراكت تبعي بالصين مظبوط إذنو إتس إيزي بايدا ويدفوتي حدا على السامر ليج وما فيها برسنتج لأنه أصلا ما فيه مصاري بالسامر ليج بيقدر يفوتني بأي فريق سامر ليج وما بكذب علي بس دعم البرسنتج تعته بالصين وما قبلت وفرطت الموضوع ومع أني بالهونيمون تاعي كنت أطلع أركض عشان أضلني إنشيب لأنه أي سنة تجوزت ثاني؟ 2016 2016 بعد ما روحت من الشانفيل وضليت أطلع أركض بالهونيمون عشان أضلني إنشيب ولله عشان بس أروح كان المفروض أضلني مسافر لعبت مع هوبس كمين 2014 2016 شانفيل مع هوبس كمين أصلاً هوبس وشانفيل أنجأ جيت بالآخر جيت بعد الصين جيت آخر السيزن وتجربة كثيرة أصيلة كانت تقريباً شهر أنت أصحاب مع كوتش الهوبس كان بوقتها يس عمر حسين عمر لهلا بس روحنا عسوريا تلعت معه أنجاد؟ كثير صحبة أنا ويا كثير صحبة في السنة الشانفيل الثاني كان غسان إليس تيفان كارل ساركيس روني فهد مضبوط بس بتذكر هذا السيزن ما كان كثير منيح للشانفيل جيت على الفريق كان فيه 2 وينز بس مع الفريق كان الوضع كثير مضعضع بالفريق مش كثير منيح خسرو كان خسرنا آخر جيم ضد الويزة الويزة بتودينا على البلايوس كانت ضد صاحبي بيلعب مع الويزة ريبال بشارة ريبال قبل الجيم بيومين قال لي ما بنا نحكي مع بعض تلو كاديل وبعد الجيم حكيكو كتر بعد الجيم بهلا ثاني بما أنك عشت بالصين هيك حفصلك شي كلمة ولا لا بسب بتسب منقيت وزد ما شو بخلي ولا واحدة بسب ما بدنا نعرف شكرا بافهم كتير بحكي شوي بس ما بقدر أفتح موضوعين شو أكتر تراشتك دحكك هونيك بالصين إنه هو بسب علي بالصيني وأنا بسب علي بالعربي طيناتكم ما بتفهموا بأس ولا حدا فاهم ولا كلمة بس إنه لدرجة أخد تكنيك الفاول وقلت للحكم إنه أنت مش فاهم أنا شو عم بحكي قال لي I can see it in your eyes شو كت عم بتصلي يعني عم بتصلي له أكي بس إنه عناي كانوا مفتح قد ما أنا معصب عناي كانوا إنه هل قد وأنا ما خليت ولا شي بالعربي ويخليت له باللبناني بيقولوا ما خليت له ولا بقيت له ولا شي والله العظيم ما بنسى لأنه عن جد وقتها ضربني كوع والحكم حسب علي فاول وأنا ما عمل شي وهو لف علي بالدو إنه عم يعمل علي بس أنا والله آخر سنتين ثلاثة كله بيشارع بيبرم بيعمل الحركة قدام الحكم مرات بدك تكوني زكية مع الحكم إنه تعرف كيف تحكي معه تلفتي انتباهه على شي بصير ممكن هو ما يكون شايفه عن جد فيه موضوع كتير مهم للعالم لازم تفهموا إنه نحنا بالملعب فيه أدرنالين كتير عالي لما يكون الأدرنالين كتير عالي مرات تطلع بطريقة إنه برشر عليك من الجمهور من العيبة من الجيم من الكوتش من كتير قصص فمرات بتطلع ردة الفعل إنه فيه العيبة بتلعوها بطريقة مش صحيحة تنفهم بطريقة غلط ومرات الواحد بيأكل تكنيكل عليها بس يعني إنه مرات العالم عن جد لازم تفهم إنه ردة فعلنا بتكون إنه بكون واحد ماكي البوكس أو كف أو ضربة إنه بينحر عليها إن الخيلي أنت معاشي بالشارة وحاطة ضربة كف يعني إنه لا أكيد فيه ردة فعل أنا لعم بمزح يعني بس أنا والله ليتلي إنه مع العام سبشيلي خلص ما حي غير قرار أي خلص إذا سوفر الفاول خلص ما في نوع بس إنه بتنبهي لبعدين إنه تحكي معه بطريقة إنه منيحة وسبشيلي رباح لازم تحكي معه بطريقة لإنه مغرمني 2500 دولار بالمنتخب ثاني ليه اعتزلت من المنتخب؟ لعبت من 2006 لعام 2020 مع المنتخب الفلسطيني ليه قررت توقف؟ من ورا النتائج؟ في البعض قال إنه من ورا النتائج ثاني قرر يوقف؟ بعد جيمنا بالسعودية كان عنا ويندو بالسعودية حسيت بعد هاي الجيم إنه خلص مش قادر بدأ ركز عكريتي بدأ ركز على إنه أظلني فت بالفريق اللي أنا بكون فيه أشيل دائما هذا إنه بكون علي كتير كبير بالمنتخب شو أحلى ذكرة عندك إياها مع المنتخب وأسوأ ذكرة أحلى ذكرة لما تأهلنا على بطولة آسيا وبطولة آسيا فوزنا على الفلبين بالجيم الأولى بالبطولة وإنه ما حدا عارف مين فلسطين وما حدا عارف حدا فوزنا على الفلبين كان كل اللعيبة معهم بلاتش ما كان بكرش كان فت مع الكرش بعده بش معقول بس تخيلي وهو فت كل فريقهم من A to Z كان بيور كامل وفوزناهم الشعور اللي بعد هاي الجيم ما بنساق عادت أنا و جمال أبو شمال اللي معي بالمنتخب قعدنا باللوكر روم عبطنا بعض هيك إنه بقوله إنه شو عملنا عن جد ضلينا باللكر وما تلعنا نص ساعة هيدا بده وقتا يستوعب اللاعب إنه بقوله شو صار إنه شو عملنا إنه فتحنا موبايلاتنا ما حدا فاهم شي عن الباسكت بفلسطين ما ضل حدا ما حك عن الباسكت كان يمكن من يعني من أحلى شعور إنه غير لما تأهلنا لما تأهلنا كان حلو هيك بس لما فوزنا هاي الجيم كان مش معاول إنه حسيت عن جد بفخر قدي إنه أنا بمثل إنه حسيت إنه قدي وصلنا صورة كتير حلوة عن فلسطين وسبشالي كان قبليها بفترة كان في حرب كمان فنحنا إنه فرحنا العالم بطريقة مش معقولة طبيعية وأسوأ ذكره لما ما تأهلنا لتصفيات كأس العالم إنه خلص بعدين أنا هاي دهي وقت عتزلت لا إنه إذا بتطلعي كل الدول اللي قريبة علينا كلهم قدي عم يشتغلوا وبيتأهلوا بحاولوا يطوروا بحاولوا هيك ونحنا عم نروح عالجيم دايما يعني دايما بحس حالي إنه إنه في عليك برشار كتير كبير والعالم بتقول إنه أنت بتطلع تلعب بره وتنجح بره لازم تنجح مع المنتخب هي معاملة كتير إنه ما بتقدر تعملها بالمثل يعني مع الفريق بكون في تحضير بكون في ناس محترفين بكون في ناس دائما نشغلهم الباسكت وأنا ما عم بلوم اللعيبة حرام يعني اللعيبة بيشتغلوا وبيلعبوا لما يسافروا بسافروا أونست على حسابهم يعني بيأخذوا إجازات من شغلهم بيتركوا أهليهم الله يعينون فأنا بعد ما لعبنا مع كازاخستان بالمؤتمر الصحفي طلعت وحكيتها إنه أنا كتير فخور بالشباب اللي بيعملوا تركين أهلهم تركين أشغالهم تركين في ناس تركين درستهم وطلعين بس عشان يلعبوا مع المنتخب إنه إنه هذا شيء ما بيعرفوا حدا عندك أهدف وأحلام تير رئيس اتحاد للعبة كرة سلبي فلسطين وزير ما بعرف أي شيء تقدر تساعد من خلاله ثاني كل اللاعبين واللاعبات يلي عندهم أحلام متل ما أنت كنت تحلم أنت وزير أكيد مش رئيس اتحاد نوي صراحة طموحي كتير أكبر بدي أمسك كل الرياضة بفلسطين ما أعرف إذا عنا مسمى شيء اسمه وزير شباب رياضة إنه مسؤول عن كل الرياضة بفلسطين لأنه عن جد الرياضة كتير هسالة كتير كبيرة بزنس كتير كبير بتلحي كل الجيل الجديد والصغار عن اللي هلأ رايحين له الإشياء الماء الهداعي الإهتمام بالرياضة إنه عن جد بيعمل بلد لي مثلا الكأس العالم اللي صار بقطر كل العالم صار ما كانت تعرف قطر صارت تعرف من وراء جيم فوتبول يعني مضبوط طموحي بالرياضة بشكل عام إنه أهد كل شيء كان موجود وأطلع بشي عن جد كتير جديد يساعد كل البلد بشكل عام بكل الرياضات مش بس باسكتبول طبعا أكيد حيكون فيه دعم يعني تركيز على الباسكت بس الرياضة بشكل عام ثاني رح أحكي إن شاء الله أول شي يا رب تقدر تحقق كل شيء بتتمنى بدأ أحكي شوي عن هيدا السنة بالرياضة آخر شي عن بطولة دبي بعرف إنه هي فرندلي تورنمنت بس نهايتها كانت كتير حلوة عليكم مع إنه المنخار ذيح بس شو بيقولوا حصدتوا كل التعب يلي تعبتوه ثاني أدب تعني لك هيدا البطولة مع إنه أنت مرة مصرح إنه الفرندلي تورنمنت ما كتير بيعنوا لك على الصعيد الشخصي ورجعت حكيت عن نفس الموضوع إنه إنه بطولة دبي ودية إنه فرندلي يعني ليه كتير هالقد الاهتمام فيها بس لما روحت هناك فهمت ليه هالقد الاهتمام فيها الجمهور سبشالي اللبناني بدبي مش معقول إنه كيف ورى الفريق ومش بس نحنا يعني ملعبنا ضد الحكمة كان الملعب مش معقول يعني برى الملعب حتى بالمايكروفون بالملعب إذا بتطلع برى ما هتفوت قد ما في عالم بره قد ما فيه لبنانية برات لبنانية ثاني مش معقول ويحبوا كتير الباسكت كتير نحن شعبين مرمطين يعني مهجرين ومسابرين يا والله وتاني شي مستوى الفرق اللي كان بالبطولة صراحة يعني أحسن فرق هذا من أقوى النسخة كانت أحسن فرق والجيم النهائية الفاينل ضد الفلبين والإسامي اللي كانت معهم وطريقة نهاية الجيم اللي هي يعني إحنا كنا عب 20 بالجيم لو خلصت مثلا لتساي 15 أو 10 لا أعتقد أنه حيضل نفس اللي صار بعد الجيم بس طريقة نهاية الجيم أكيد هي نهاية الجيم وباس وائل لسمعة ولثري كيف أجأت وعدد الجمهور اللي بالملعب من الفلبينية واللبنانية خلل يعني ما أعرف في إلها هاي البطولة كان شي مش طبيعي ما أعرف شهو بس ما تنسى أنه دوايت كان حاسم على صالحهم أكيد من قبل ما يجي هيدا خبرية السوشيال ميديا نحنا طالعين على الباس هو دخل هو بلاتش عاملين شوبينج كيس الشوبينج أعرف ده هيدا الخبرية خيالي شو هيدا بس هيدا أهمال يعني كثير يعني أنه أنت طالع على مور هذا الشي بيدل أنه كمان مش كثير في انتماء للفريق أكيد طبعا نحنا هذا هو اللي فرقنا أنه نحنا كان ديسبلين كثير عالي من كل اللعبة ننزل كلنا لابسين نفس التيشرت نفس الأواعي كلها من فوق لتحت وقت التمارين الجيمات طريقة لعبنا للجيمات الروتيشن أنه نحنا الكوتش خلانا كلنا مستفرش وصلنا لجيمة الفاينل خلاص فينا طبعا بدنا نفوز هاي الجيم كيف ليه ما منعرف وحتى كل عالم فكرت أنه هنخسر الفاينل بفريق ومانعة اللي عنا نزلنا وانه مين دوايت ومين عادي بدك تلعب باسكتبول يعني واللي بفوز ونسوي الحمدلله نحنا اللي فوزنا موظبوط هلا أنا سمعت أنه أنت الجيتاريست الأصلي مش كريم لا ما بتعدع كريم مع أنه صورني مرة مع أنه صورني وأنا بعزف جيتار وتفاجأ عندك هواية قرد في شي جيتار هون لازم تنزل على إنستا شي مقطع هيك للعالم يشوفه وجركتان عندي فيديو بنزله بالوقت لكورونا لما كنا بالبيت ومحشرين عم بعزف وبغني وهيك وقتا كورونا أنت لعبت مع الدورة الفلسطينة وروحت البطولة ووقتا يويلش في قصص يمكن ما لحقنا نحكيهم كلهم ساني أحلى ساني بحياتي هي الكورونا عدت مع أهلي حشرت بفلسطين سنة كاملة استعملت بيتي لأنه عندي بيت جديد بيور يعني بروح بزوره سنتين أسبوعين بالسنة وسكره بروح عشت هناك عشت بالبلد مع أصحابي وأهلي وعن جد كانت من يعني أنسي وضع الكورونا لهذا السيئة يعني بس أحلى سنة أنا كمان على فكرة أحبات هيدا السنة هلأ ما رح أحكي هيك في ناس ماتت وهيدا وباء بالنهاية بس كان فيها شي حلو نحنا بالبيت كمان كانت حلوة لألا كل قاعد مع بعض العائلة الجامعة الحلوة كانت دائما موجودة إن شاء الله بس ما منرجع منشوف هكي كيام إن شاء الله يا رب ثاني هلأ أنت رايح بالفرصة عند مرتك إلا لمرتك إنه قاقا قالت عني كتير كتير حلوة فتت صرت نكيش مبارح بالصوت ما بعتتلك أخبار لا بتعرف أنا أوقات باستحق إذا ما في ما في كونتاكت أبدا مع أشخاص قريبة منك بس تحي شوية يفوت أحكي شخص كماني حاكي معه قبل ولا مرة بس إنه جوبت أخبار عنك مناح كيف لقيت الحلقة؟ كتير حلوة عبيتها ألا خلي لك عائلتك أدا بقى معهم؟ نا سريع فايف دايز ورجعين سريع فايف دايز ورجعين ننجع نحضر لصباح طيبة وعد زعلوا لخيث رح اسأل أسئلة الناس ثانية في شي بحب تقولوا لا شي لجمهور الرياضة إن شاء الله يكونوا راضين منا نبعدهم عن جد نظلنا نقاتل ونعطي كل شي عنا لي يظلوا مبسوطين منا ثانية أنت أكيد سامع أن فريق الرياضة عادة بالشو بقولوا بالمرحلة الحساسة بيغير أجانب كيف شايف الأمور أنت لها اللق إذا أخدوا قرار بيكون قرار النادي لا شي حيأثر علي يعني بيغير أمورنا كثير حلوة بالفريق لما انكسل المنخاري كنا فايتين على الكورتر فاينل فإنه خلص كل شي عملته قبل حيروح إذا خسرت أي جيم وكان خلص الفريق الهائط ووضعنا كثير حلو فأنا صرت أفكر أنه أنا هلأ أجي وما ألعب فكان أول شي قلت له بدي دواء للوجع وبدي ماسك عشان ألعب بكرة فجابوا لي ماسك بالليل وقسته وكان كابس عمونخاري وحاولنا نستصلح وحطينا شي نكبر الماسك شوين بعده عن وجهي ومونخاري لأنه هو ما كان كاستم ميد هو كان للفريق اللي كسروا لي مونخاري أصلاً كرموك بدنا عن جد نواجه له نتحية على هاللفت حلوة منه وهي أصلاً مش أصده ولو أصده بالجام أصلاً أنا ما أخدها بس أنه ما أكيد مش أصده حس في نفسياتها الأدة حرام هو ما كان شايفني لف بكوعه وهو بيلعب فلف علي وضربني وحرامهم كتير اعتذروا أجوني على اللوكر ومكنا عم نعمل وورم أب أجو حكوا معي وأنه هلأ حنكرمك ونعتذر منك وهذا وكتير لفتي هلوة كتير عنجد في كتير عالم سألت إذا رح تغير رأيك وترجع تلعب مع المنتخب ساني ما بعرف شو رأيك بهذا الموضوع أه ما أظن معايا اسماعيل بتسألك شعور سككيني مع الرياضة وجمهور الرياضة كتير حلو عنجد لما عملونا فول هاوس وبيدعمونا دايما وطريقة تشجيعهم حتى بيبعتولنا ميسجز كتير يعني في كتير مرات ما مرود على المسجز بس بيبعتوا بطريقة كتير بوزيتف دائما بيبعتولي إعلام إعلام فلسطين وقلب أصفر وأزرق هاي أكتر شيء بينبعثلي إنه عنجد بخلي الواحد مبسوط إنه عم بمسل بلده بين هالأجو ومهور كتير كبير موجود بالرياضة دوريد بنورة بيسألك كيف كانت الإكسبيريينس مع بات سحور كتير حلو هاي سنت الكورونا لما فوزت بالدور الفلسطيني كانت أول مرة بلعب بنادي غير النادي اللي أنا كنت يوجولي بلعب فيه وبمدينة تانية وهم يوجولي الفريق اللي بنلعب ضدهم وبشجوع ضدي يعني كيف رياضي حكمة نفس الشيء فأنا رحت نقلت نقلة كتير كبيرة وصارت علاقة فيهم وعرفوا مين أنا لأنه كانوا بيعرفوني من بره وفكروني شايف حالي وما معرف شو وعرفوني عن قرب وضلتني وعشت هناك يعني كسرت أروح أنام يصلاً يومين بالأسبوع بالبلد عندهم هن عندهم أكاديميات عندهم 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 أكاديميات الباسكتبول عندنا بفلسطين باي دوي يعني أنا بالنسبة لي أنه هي منافسة للفوتبول بالجماهير الملاعب عندنا الباسكتبول دائماً فل مع أنه بيقولوا العكس نعم الملاعب عندنا دائماً فل العالم كتير بتحب الباسكت كتير بتابعوا الباسكت أنا حسيت بيتابعوا هون كمانا كتير ثاني لأنه بيجيني ميسجز كتير ما بتهدي بيجيني ميسجز إنه حتة ستها لمرتي تعرف كل اللعيبة اللبنانية لأنه ما بتقيم الام تيبي والله العزيم تعرف كل اللعيبة تحضر كل الجماعة من بتحب أكتر شيء هي؟ ما أعرف الأسبوع الجاي بس أروح عمان عزماني على الغدا بأقول أسأل لي إيها والله معقول نشوفك عم تلعب لفريق لبناني غير الرياضي موريس ياعقوب هلأ ما بسوط مع الرياضي وإن شاء الله نضل مع الرياضي هايك بيسألك أه هل يستطيع أن هايك بيسألك؟ مش معقول إنه بالتمرين وقفين ما لقيت حالي إلا باكل كف فأمير جاب لنا الفيديو تلع هايك عم بشوت فول كورتشوت مع السوينج تاعت إيدو ضربني كف بعيني وأجت الطابة وفاتت؟ فاتت وعندي الفيديو إنه فهو على الفيديو تركني أنا رحت هيك عملت على وجهي وتركني طلع أجت بعدين آه أنا ضربت ثاني خليني أشوف شو ماله كتير كانت كتير كانت غريبة يعني أنا مش فاهم شو فيه كيف أكلت كف بعدين فهمت إنه قال لي أجت 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 وقال لي شو أجت بقول لي شوتها فول كورتشوت وزبطت كاريم زينون بس والله كله مقبول أنت خايف ومعرف من شو سمش بيخوف كايزي بخوف كايزي محتال كايزي بخوف كايزي بخوف شو بتحب تقول كختم للحلقة أول إشي إن شاء الله تخلص كل الأمور اللي عم تسير هلأ بفلسطين ترجع الحياة شوي لأنه كمان قررنا على شهر رمضان والصيف والعالم تيجي من بره وتسافر خلص بكفي يعني طولت كتير العالم عم تتعذب وعم تموت وما عندهم بيوت يعني نحمد الله عنا بيت وأكل وقدرين نعيش حياتنا شوي طبيعية وإن شاء الله يخلص السيزن هذا بطريقة كتير حلوة نفوز بأكتر شي ممكن نقدر نفوزه مع الرياضي والجمهور يظل راضي علينا وإن شاء الله تكون أهم شيء النهاية تعت السيزن بيرفكت شكرا لإلك ساني بدي أنا كمان دم صوتي لصوتك إن شاء الله يارب تخلص هالحرب وما بقى منشوف دم بفلسطين وإن شاء الله أيام أحلى بتجي وده أتمنى لك توفي على سعيد الشخص أكيد وبالحياة المهنية شكرا لك شكرا لك